نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن تعاقد وزارة الإسكان مع شركات وسطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكانية ضمن البرنامج الرئاسي سكن كل المصريين لمحدود الدخل أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اعتمد التحول الرقمي في كفة الخدمات التي يقدمها للمواطنين وهو ما يمكن المواطن من التقديم للحصول على وحدته السكانية ومتابعة طلبه وتقديم الشكاوى إن وجدت بصورة إلكترونية كما أكد المركز الإعلامي أنه يمكن للمواطنين التعرف على كفة المعلومات الدقيقة من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع توصول الاجتماعي والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع فيسبوك